لا تزال الأزمة السياسية في العراق تراوح مكانها بعد الإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية حتى الآن واختلاف مواقف القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة أوساط سياسية عراقية تقول إن قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الطعن المقدم حول إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والحوار المتشنج بين الإطار التنسيقي من جهة والتحالف الثلاثي المتمثل بالكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من جهة أخرى كلها عوامل ستعمق الأزمة السياسية في البلاد وتفتح المجال لتعقيدات إضافية داخل البرلمان بالتأكيد إذا ما حسمت المحكمة الاتحادية هذا الملف سيكون هناك بالأيام القليلة المقبلة سيكون من الواضح وضع الانسداد السياسي هل تم الاتفاق بين الكتر السياسية على المضي للمرحلة المقبلة بحكومة توافقية وانتخاب رئيس الجمهورية باتجاه التوافق أم إصرار الأخوان بالتحالف الثلاثي بالذهاب بالأغلبية ما تسمى بالأغلبية الوطنية وأنا أعتقد أن هذا الموضوع سيسبب الكثير من المشاكل وعلى الرغم من إطلاق عدة مبادرات سياسية لحلحلة الأزمة وإنهاء الجمود السياسي تبقى القوى السياسية عاجزة عن التوصل لتوافقات وتفاهمات على تسميته رئيس للجمهورية خلفا لبرهم صالح ورئيس للوزراء خلفا لمصطفى الكاظمي القطيع السياسية وانا اليوم أتحدث عن قطيع السياسية باعتبار الانسداد السياسي هناك مفاوضات لكن لا توجد نتائج لهذه المفاوضات أما القطيع السياسيين يشاهدونها لا توجد هناك حتى تفاوض ما بين هذه القوى السياسية كله قد تخندق في معسكره أو في ساتره وبالتالي لا يتنازل عن إرادته يشار إلى أن مجلس النواب العراقي فشل مرتين في تحقيق النصاب اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية في ظل مقاطعة كتل برلمانية الرئيسة لتلك الجلسات على رأسها الكتلة الصدرية التي حصلت على أعلى الأصوات خلال الانتخابات الأخيرة ما زاد من تعقيدات المشهد السياسي بالبلاد وترك الباب مفتوحا لكل الاحتمالات وفي ظل الأزمة السياسية المتفاقمة ينتظر العراقيون تشكيل الحكومة الجديدة لغرض تحقيق متطلباتهم الحياتية كالخدمات وتوفير فرص العمل ومعالجة أزمة ارتفاع سعر الصرف الدولار التي أثرت عليهم بشكل كبير فقر فاضل بغداد اليوم